اشتركوا في القناة 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 كان نهاية يوم الحد. سبت الدور الاثنين والتلاء ونزلت عليه الاربع برضو الساعة ستة. عملت له مرأة والله ما عملت له مرأة. خدت شوقت غلة صغرين كده وعدت النطور جوه وبرق في رشت الغلة في الدور كله. وعالبركة اول ما نزلت نزلت على طور. كان معي والله استفتاح كويس. خدتلي كم سمك يعني انا عدت ساعة واحدة بس. ساعة واحدة بس. باختصار فايدة المعلومة. لما الدور يكتم معاك تدي له الاول عالفة كويسة. وبعد كده جوه فيه. يا اما لو انت متعود تدي عالفة جوه على طول. طبعا لو الدور جعان تدي له غلق. المم تعكس. تعكس يا جماعة. دي ان شاء الله الاجابة بتاعتكم. والاستاكوزة حلال وحيد ان انت تجوه عليها الدور خالص. لان الاستاكوزة طول ما فيه اكل في الدور هي قاعدة مع الششة. مع الششة على على قلبنا ما هي السايبانة. تمام شباب ان شاء الله يا رب نكون جاوبتكم باذن الله. وحيظهر لك دلوقتي فيديو ان شاء الله. تابعوا وخش عليه عشان تفهم حوار تربط للفيديو. هين ببقى. وان شاء الله يا رب تكون وكلكم بخير يا رب. تحياتي ديكم احلى متابعين في الدنيا. يا رب. وان شاء الله نشوفكم على خير. باذن الله ومشيت واحنا طلعين طلعت بحر ملح. دعوتكم لينا بالتوفيق. وان شاء الله برضو يعني في خبر كويس خالص يعني. ان شاء الله احنا في مركبة هي تقدم. دي ان شاء الله نهاية الفيديو يا جماعة. تحياتي لكم جميعا احلى رحالة. تنسوش بقى تدعمونا بلايك وشير لو عجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان بدي الحقير دي حنك الامك.